مواصلة عمليات الرقمنة وتكثيفها والإسرع في تطوير وتحسين أساليب العمل لمواكبة المعايير الدولية هو أبرز ما دعا إليه وزير المالية خلال الإشراف على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك شميل برنامج الرقمنة المراد من خلال ترقية الخدمة العمومية وتسهيل إجراءات ومنعملات الإدارية جهاز الجمارك الجزائرية بالنظر للمهام الجوهرية المنوطة به في ظل تحديات التي تواجهها داخليا وما تفرضه ضرورة الأداء خدمة جمهوركية ترقى لمستوى تطلعات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين المناسبة كانت فرصة للوقوف عند المجهودات التي بُدلت من طرف المديرية العامة للجمارك خصوصا ما تعلق بتعزيز آليات الرقابة الجمهوركية ومكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود توجت الجهود الحثيثة المبدولة في مجال مكافحة التهريب بشدة أنواعه وبالتنسيق المحكم مع مختلف الأسلاك الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي إلى تحقيق حصيلة نوعية خلال سنة 2023 أفضت إلى إفشال محاولات إجرامية عديدة لإدخال السموم إلى وطننا تم من خلالها حجة أكثر من 67 كيلوغرام من الكوكايين وأكثر من 10 أطنان من الكيف المعالج الاحتفال باليوم العالمي للجمارك كان أيضاً مناسبة لتقليد الرتب وتكريم عدد من منتسبي هذا الجهاز مواصلة تطوير الخدمات الجمهوركية وتفعيل الجاهزية من شأنه درء المخاطر ومحاولات التهريب وجعل الجمارك الجزائرية في خدمة الاقتصاد والمواطن